ترجمة نانسي قنقر أدي اللم والميم نجول هلاحظ إيه؟ إن فيه فراغ هنا فراغ ده مهم جدا والمسافة دي نقطتين والألف ثلاث نقاط أو الجزء اللي بينزل تحت السطر طول الألف ينزل تحت السطر طيب سنة ثم ميم بالشكل ده بنقول عليه ده تقوس وعادة هذا التقوس بعده وصلها ميم أو ياء أو ما شابه ياء أو باء أو نون لا ميم طيب ميم 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 هلاحظ إن الوصلة دي وصلة نازلة والفراغ ما بين الميم والألف نقطة وبطبيعة الحال هذه أربع نقاط عشان متصل هنا يدور بقى إن احنا نعمل تطبيقات هنكتب جملة من ضبط نفسه فهو لها قائد ومن قادته نفسه فهو لها عابد نكتب جملة ميم عشان نتمرن على كل من الحروف السابقة هذي الميم نون من ضبط هذي الضاط الوصلة الوفقية بالتعلم نفسه اخد بالك من الفاء والنعم حسابنا انها تستقر على السطر الهاء تنزلت على السطر قائد القاف تمرين على الفاء والقاف ومن نعمل ممنون بطريقة اخرى قادته قادته نفسه قادته نفسه هنا ممكن أعمل السين بأسنان سنة صغيرة أو سنة كبيرة عادي بهذه الطريقة فهو لها عبد فتاني لها تنزل تحصط وعمل حسابي أنه تستقر على السطر حابد ده ممكن أعملها بالشكل ده هنلاحظي هنلاحظي أنه جميع الحركات الأفقية مائلة للأسفل قليلا بهذا الاتجاه نطبق قوائد كتاب هذا الحين نفس الحركة الصغيرة دي وهنا برضو كذلك كل الحركات الأفقية مائلة للأسفل كأنها ننزل من حضر كلها مائلة وفي ميل واحد إذا حفظت على الميل الواحد هذا ستتسق الكتابة ويبقى منظمة حتى الجزء الصغير نفس الميل طيب حركات الرأسية زي الألف حركات الرأسية حتى الصغير منها كل الحركات الرأسية حتى الصغير منها ما إلى جهة اليسار قليلا ومتوازية كل الحركات الرأسية متوازية